رسمت بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحالفها ضمن كونفيدرالية خلال أول قمة لقادة دول الثلاثة السبت في نيامي في قرار يرسخ القطيعة مع بقية دول تكتل غرب أفريقيا وذكرت الدول الثلاثة في بيان ختمي للقمة السبت بأن القادة قرروا الاتقال إلى مرحلة جديدة ضمن مسار الاندماج بين دول الأعضاء معربة عن رغبتها في تبادل مواردها في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والمياه والطاقة وحتى النقل كما دعت لاستخدام اللغات المحلية بشكل متزايد في وسائل الأعلام العامة والخاصة في البلدان الثلاثة الأعلان يأتي عشية عقاد قمة رؤساء دول إكواس الأحد في أبوجا لبحث مسألة العلاقات مع تحالف دول الساحل رؤساء بوركي نافاسو وماري والنيجر قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء ولهذا الغرض تبنوا معاهدة تؤسس كونفيدرالية بين بوركي نافاسو وماري والنيجر تحت مسمى كونفيدرالية دول الساحل اشتركوا في القناة